من جديد شكرا لك ليما أهلا بكم مشاهدين ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل يعود إلى الواجهة ويشغل رواد من النصات الرقمية في لبنان لسيما بعد وصول سفينة أنرجين باور إلى حقل كريش الذي تؤكد الحكومة اللبنانية أنه يقع في منطقة متنازع عليها سنرى مشاهدين في هذه الصورة أن لبنان يعتبر أن حدودها البحرية تصل إلى خط 29 المتمثل باللون الأخضر هنا والذي يشمل مساحة بحرية إضافية تقدر بنحو 1430 كم مربع بالتالي المساحة بين الخط الأخضر والخط الأحمر ويضم أجزاء من حقل كريش بالتالي بينما تقول إسرائيل أن حقل كريش يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وتعتبر أن الحدود البحرية اللبنانية تنتهي هنا عند الخط الأحمر وتجد الإشارة أن الخط المسجل لدى الأمم المتحدة والخط رقم 23 يتمثل بهذا الخط المتمثل باللون الأزرق وكانت المفاوضات بشأن ترسيم الحدود وهذه الخطوط التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل عام 2020 بوساطة أمريكية قد توقفت في أيار مايو الماضي بسبب خلافات متعلقة بمساحة المنطقة المتنازع عليها إذ كان من المقرر اقتصار المحدثات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كم مربع لكن لبنان يصر أن الخريطة التي أرسلت إلى الأمم المتحدة استندت إلى تقارير خاطئة وأن حدوده البحرية من المفترض أن تنتهي عند الخط 29 رئيس الجمهورية ميشيل عون اجتمع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأعلن عن دعوة الوسيط الأمريكية عموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في استكمال المفاوضات وأشار إلى القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان والتأكيد على تمسكه بحقوقه وثرواته البحرية واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوريين كما جاء في نص التغريدة هذه التطورات ناقشها اللبنانيون واستطهامات وجهوها للسلطة بالتخلي عن ثروات البلاد وحقوقها البحرية والنفطية نبدأ عن ناشط والمدون لوسيان برجاليا الذي يعتبر مواصفه بالتخلي المشبوه عن الخط 29 بمثابة خيانة عظمى وبرأيه يجب محاسبة المسؤولين الذين تخلوا عن ثروة لبنان ووحدة أراضيه تتحدث النائبة حليما قعقور في هذه التغريدة عن صمت السلطة واستمرار تركئها عن واجبها بتوقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يقضي مشاهدين بتصحيح حدود لبنان البحرية من الخط 29 كما أشرنا سابقا في الرسم التوضحي يعتبر الناشط رائد أبو حمدان أن توقيت ما يحدث له دلالات مرتبطة بأهمية غاز شرق المتوسط في ظل ما يحصل بين الغرب وروسيا وبالتالي مواصفه بتواطو أركان النظام ليس موضوعا تقنيا وتأخيلا في توقيع المرسوم فقط بل هو قرار سياسي بمقاربة ثروة البترولية في تسويات إقليمية دولية تطيل عمر النظام وتبقي على أدواره في السلطة على حد تعبيره وفي الإطار نفذه يتساءل الباحث في العلاقات الدولية طارق عبود عما قدمه المسؤولون اللبنانيون للوسيط الأمريكي ولماذا إسرائيل مرتاحة لبدء الحفر ولماذا تحاذل المقاومة من الاندفاع واتخاذ أي موقف فعلي وشعبوي ردا على وصول السفينة حسب نص التغريدة معتبرا أن ما يدور في السياسة شيء وما يدور في الكواليس شيء آخر على حد قوله مشاهدين هذه نهاية وقفتنا الثانية في منصة التواصل أعود الآن إليك ريمة وباقية ملفات الظهيرة من الناقورة تنضم إلينا مرسلتنا جويس الحاج خوري جويس كيف تبدو الأجواء عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية وآخر المواقف الصادرة بشأن هذا النزاع حول حق الكريش ريمة ظاهريا الأمور هادئة هنا في منطقة النقورة تمكننا من رصد السفينة أنرجين عن بعد في المياه قبالة الشاطئ هنا في منطقة النقورة واستخبارات الجيش تعمل بشكل متواصل على رصد ومتابعة تحرك هذه السفينة وأي خرق إسرائيلي في المياه الإقليمية هذا من جهة من جهة أخرى بطبيعة الحال نتيجة وصول هذه السفينة أحدث بلبلة في الأوساط اللبنانية السياسية والأمنية خصوصا مع مواقف حزب الله المتقدمة فيما يتعلق بعدم السماح لاستخراج النفط والغاز من هذا الحق خصوصا وأن الأعمال باتت في نهايتها وعمليات الحفر وما إلى ذلك انتهت اليوم العمل سيبدأ باستخراج المواد الموجودة في هذه البقعة الجغرافية بدأت إذن الاتصالات والخطوات الدبلوماسية والسياسية إن كان مع الجانب الأمريكي تحديدا مع الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين الذي كان قد حضر إلى بيروت في شباط وأذار الماضيين وطرح حلا على الجانب اللبناني وحلا على الجانب الإسرائيلي الجانب اللبناني لم يعطي إجابة واضحة ورسمية حول هذا الاتفاق أو خارطة الاتفاق التي كان قد وضعها أموس هوكشتاين اليوم يعود الجانب الرسمي اللبناني لمطالبة أموس هوكشتاين بإحياء هذه المفاوضات وبإحياء عملية الطرح الذي كان قد عرضه وزير الخارجية يقول إن الاتصالات بدأت والاجتماع الذي حصل صباحا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أكد دعوة أموس هوكشتاين للعودة إلى استئناف هذا الوساطة ولكن الأمر الأساسي في النزاع القائم بين لبنان وبين الجانب الإسرائيلي حول حق الكريش يتعلق تحديدا بالمرسوم الذي أودعه لبنان في الأمانة العامة للأمم المتحدة المرسوم الذي ذهب لبنان للتفاوض حوله كان يتحدث عن نقطة 23 اليوم يريد لبنان الانطلاق من النقطة 29 ولكن لكي يتمكن لبنان من حفظ حقه في هذا النقطة أي حق الكريش عليها أن يعدل هذا المرسوم وأن يقوم بتوقيع هذا المرسوم بشكل رسمي إن كان من قبل رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ومنصومة وزير الخارجية وإرساله إلى الأمم المتحدة كل الاتصالات التي حصلت اليوم لم تأتي على ذكر تعديل هذا المرسوم وإدعه الأمانة العامة للأمم المتحدة وبالتالي كل الاتصالات التي تحصل اليوم من شأنها ربما إعادت أحياء المفاوضات ولكن حفظ خط لبنان بشكل رسمي لم يتم بعد ولم يتم التوصل إلى اتخاذ قرار نهائي في هذا الإطار ويبقى أن الجانب الأمريكي بحسب المعلومات سيتريت في الإجابة على الرد اللبناني خصوصا أنه هو أيضا كان ينتظر من لبنان جوابا لم يأتي حتى هذه الساعة وبالتالي ربما سيسمح لي الجانب الإسرائيلي ببدء العمل وبعدها تبدأ المفاوضات ويكون لبنان تحت ضغط التنقيب عندها تبدأ المفاوضات الأيام والأسابيع المقبلة ستكون كفيلة بإظهار المسار الذي تذهب إليه الأمور ولكن بطبيعة الحال هناك مخاوف من أي عمل عسكري تحديدا لوحده ولكن جويس التوقيت حساسة جدا لا يمكن الانتظار ربما أسابيع لأخذ قرار بالتوقيع على المرسوم المعدل وبالتالي الرئاسة لم تعلق كما ذكرت حتى الآن على المطالبات بالتوقيع على المرسوم متى من المتوقع أن يصل الوسيط الأمريكي لاستئناف المفاوضات ترسم الحدود البحرية مع إسرائيل ريمة قبل أسابيع كان رئيس الجمهورية قد التقى السفيرة الأمريكية وطلبها بأن يعود أموس هوكشتاين للعمل على هذا الوساط ولكن لم يكن هناك أي رد رسمي أمريكي واليوم أيضا هناك تجديد لهذا الدعوة ولكن حتى هذه الساعة ليس هناك من رد أمريكي وكما ذكرت بحسب المصادر فإن الرد الأمريكي سيأتي بعد أيام أو ربما أسبوع أو أكثر وذلك يكون الجانب الإسرائيلي قد بدأ بالعمل عندها سيكون لبنان ملزم بالقبول بما سيتم طرحه على الطاولة هذا ما تقوله المصادر ولكن كل هذه الأمور تبقى رهن الاتصالات الدبلوماسية مدى إبداء لبنان رغبته فعلا في التواصل إلى اتفاق ومدى تجاوب أيضا الجانب الإسرائيلي في التواصل إلى اتفاق في هذا الإطار شكرا جويس الحاشقوري من النقورة شكرا جويس الحاشقوري من النقورة شكرا جويس الحاشقوري من النقورة